اشتركوا في القناة خاصة أن تركزت على مدينة الكويت فقط أريد أن أعطيكم كميات الأنطار التي هطلت والتي كانت مختلفة من منطقة إلى منطقة أخرى وفعلاً هذا يبين أن مثلاً هذه السحب الركامية تعطي أنطار غزيرة في منطقة منطقة أخرى تعطينا أنطار خفيفة ومنطقة أخرى يعني متوسطة مدينة الكويت تقريباً كانت فيها الكمية هي الأعلى وصلت لذلك نلاحظ فيه هناك كثير من اللي هو وجود البرك المائية موجودة في داخل مدينة الكويت وضراحية بفعل هي كمية الأمطار والسحب اللي كانت أكثرها قوة على مدينة الكويت اللي كانت 58 ملي وهي كمية كبيرة مقارنة بالمعدل السنوي معدلنا سونوي فقط 100 مليمتر ولاحظنا كمية كبيرة 58 مليمتر مطار الكويت الدولي كذلك كانت الكمية 40 مليمتر جزيرة فيلكة 50 مليمتر وكمية كبيرة جداً كانت فيه المناطق البحرية بشكل عام والمناطق الساحلية التي تأثرت كذلك السالمية 35 مليمتر مدينة الجهراء 5.5 لاحظوا كمية لم تتأثر المناطق الشمالية كثيراً بهذه الأمطار الوفرة كذلك 6 مليمتر فشوفوا الفرق الكبير أن معظم الأمطار تركزت على مدينة الكويت فكانت تقريباً 58 مدينة الأحمد كذلك 12 مليمتر فهي كميات متفاوتة التي هطلت قبل قليل ونلاحظ كذلك الآن الأجواء تحسنت تدريجياً حركة سريعة للمنخفض لأثر عنه والأمطار في الوقت الحالي تحسن كبير 24 درجة مئوية الآن 83 أرطوة نسبية وهي أعلى من هذا الشيء على المناطق البحرية والساحلية تزيد تقريباً هي الآن 100% فارطوبة عالية والرؤية الفقية في بعض المناطق منخفضة بفعل الضباب الخفيفة أو المريخ 7 كيلومتر والرؤية تريباً حتى الرياح تكون شمالية غربية الآن بالخارج وإلى جنوبية شرقية في المناطق البحرية في مدينة الكويت جنوبية ولكن في معظم المناطق اللي هي البرية الآن الرياح هي من الشمال الغربي بعض السحب الآن في مدينة الكويت وإن أكثرها في جنوب الكويت لاحظوا معنا السحب شون أتتنا عبر الأقمار الصناعية لاحظوا الكمية اللي كانت يوم أمس وهذه الكمية اللي تكونت بشكل فجاعي وهذا ما يميز شهر نوبمبر اللي هي فترة تقالية والآن السحب تركزت وتحركت لا مرة أخرى اللحظة السحب اللي تتكون هذه الكمية الكبيرة اللي هطرت وتحركت إلى الشمال الشرقي على شمال الخليج العربي إلى الهضبة الإيرانية لذلك مثل ما قلنا تكونها سريع وتلاشية وهذا ما يميز الطقس السريع وعدم استغرار الطقس في مثل هذه السحب وكذلك الكميات الكبيرة المتوقع بالنسبة للأيام المقبلة رح نتعرض لبعض الأمطار وقد تكون غزيرة إلى مؤتدلة كذلك ولكن لاحظ خلال نهار اليوم بعض السحب اللي رح تظهر أكثرها على المناطق البحرية رح تكون هي المؤثرة خلال الساعات مثل ما اليوم الأربعاء إن شاء الله هذا نهار الغد سوف تكون بعض الكميات المتفاوتة ولكن ليست بقوة هذا اليوم إلا إن خلال الأسبوع المقبل رح تكون كلا كميات أخرى يوم الخميس بعض السحب رح تكون على شمال وأمطار خفيفة رح تكون على شمال الكويت ولكن على المناطق البحرية جزيرة فيليشة كذلك هم الحطبان إخوانا الحداغة دائما في مثل هذه الظروف الجوية الغير مستقرة يعني نحبذ عدم الخروج في مثل هذه الحالات اللي هي الجوية العاصفة اللي تحصل عندنا معاها رياح قوية جدا مثل ما حصل هذا اليوم دائما السراية أو السحابة الركامية الرعدية خطورتها هي برياحها القوية وسرعة تكونها وتلاشية كذلك مساء الليلة متوقع معظم المناطق بعض السحب العارية والسماء تكون نسبيا صافيا ولكن صوب منطقة الأحمدية كذلك على المناطق الساحلية قد تكون هناك رشات خفيفة وبعض السحب من الأمطار جزيرة فيليشة نلاحظ المناطق البحرية الداخلية على السواحل الإيرانية امتدادا إلى المياه القليمية الكويتية هناك كذلك فهذا السبب الرئيسي لتنبيه خوانا الحدقة عدم الخروج في مثل هذه الحالات وفي هذه الظروف الجوية المتقلبة وسريعة التغير والتغلب في هذه الأيام والحرارة تكون حوالي 18 إلى تقريبا 23 درجة مئوية وحتى صباح الغد نلاحظ الوضعية مرة أخرى معظم الأمطار اللي راح تكون متوقعة فقط على السواحل هذه المناطق الخضرة هي اللي توضح السحب الأقوى نلاحظها داخل البحر قرب جزيرة قارو مرة أخرى تنويهنا للحداقة عدم الخروج مناطق اللي هي كذلك أم المرادم هي المناطق الأكثر تأثيرا ببعض الأمطار الرعدية وكذلك على جزيرة وربة وبوبيان هذه المناطق الأخرى نلاحظ المناطق الأخرى خلال صباح الغد ساعد تكون شنو أجواءنا نسبيا ما فيها شيء مو نفس اليوم والحمد لله ستكون أفضل بالنسبة للأجواء رغم أن أمطار غيث وأمطار خير ومفرور نستبشر مثل هذه الأمطار خلال الظهر مرة أخرى بغدا نلاحظ على المناطق الحدودية تكون السحب مرة ثانية وفرصة أمطار تكون متوقعة في الجنوب الغربي منطقة السالمي الوفرعات اللي ما صالح نصيب لها تقريبا 6 مليمتر غدا إن شاء الله سنشوف أمطار ستكون أكثر على هذه المناطق للأمطار الخفيفة بشكل عام والهوى شنو قوته ونشاطه كبير وارتفاع كبير في الأمواج خلال ظهر الغد إن شاء الله ونلاحظوا الحرارة شون منخفضها ستة وعشر ورطوبة نسبية عالية جدا فالإحساس بالحرارة شوية دفع وليست اللي هو الخفاض الكبير في الحرارة حتى خلال النهار والأمطار مثل ما لاحظوا على المناطق البحرية هم تستمر فالوضعية تكون أقل قوة ولكن نفس الشي ناخذ الحيطة والحذر ونتابع النشرات على التوزن الكويت وويدات الأرصاد الجوية خلال إن شاء الله للساعات المقبلة والليل مرة أخرى السحب وفرصة أمطار تكون على مدينة الجهرة على المطلع على المناطق الساحلية كذلك اللي هي الشمالية داخل جون الكويت قرب جزيرة فيليشة والمناطق الأخرى والهوى هم في اعتدال وفيش نشاط واللاحظ كذلك على السالم مناطق الحدودية في أمطار معناها إن إحنا توقعاتنا للأسبوع المقبل كذلك إن فرص الأمطار سوف تأتي مرة أخرى وخاصة خلال عطتنا الأسبوع يمكن الجمعة السبت صباح يوم الأحد تكون بعض الأمطار الغزيرة كذلك استمرارها إلى يمكن يوم الثلاثة والأربعة يعني دورة الأسبوع هم في فرصة أمطار لذلك دائما نأخذ الحيطة ونأخذ الحذر تابعوا النشرات الجوية على تلفزيون دولة الكويت كذلك اللي هي نشرات الأرصال الجوية دائما هناك تحذيرات مستمرة للجميع إن شاء الله نطمن فيها الناس ولكن مثل ما لاحظنا أمطارنا خير أمطار يعني بركة علينا خاصة هي أمطار وسم الباذر والبر راح يكون مخضر ورح يخفف لنا الغبار إن شاء الله خلال الفترة المقبلة فإن شاء الله نستبشر خير كذلك فقط مرة أخرى قبل ختام النشرة أعود لكم كمية الأمطار التي هطلت بكمياتها المتفاوتة وأكثرها كان بتركيزها على مدينة الكويت اللي هي 58 ملي كمية كبيرة تزيد عن اللي هو معدل تغريبا اللي هو المعدل العام السنوي اللي هو 100 مليمتر وهذا شيء جيد جدا نسمى الكمية 40 مليمتر في مطار الكويت الدولي فيليشة 50 مليمتر وجزة فيليشة هي المنطقة الأكثر تعرضا للأمطار منذ بداية موسم الوسم في هذه الفترة سالمية 35 مليمتر مدينة الجهراء 5.5 وهي الأقل تغريبا عندنا على المعدلات كانت الوفرة 6 مليمتر هم قليلة كانت كمية الأمطار اللحمدي مدينة اللحمدي 12 مليمتر كلاك في مدينة الفحيحيل ومنذ الأخرى كانت الأمطار متفاوتة مثل ما لاحظنا إن شاء الأمطار خير ببركة نستبشر فيها ولكن دائما أخذ الحيطة والحذر خلال طلعاتنا مثلا خلال أخنا الشوارع السريعة مناطق المنخفضة نبتعد عنها بشكل كبير جدا وهي المناطق التي تتجمع فيها ولكن لاحظوا الآن بعد هذه الأمطار الغزيرة التي هطلت نلاحظ في معظم الشوارع الحمد لله شوارعنا نضيفها ما فيها أي شيء لا هناك تجمعات مائية مثل ما تلاحظون فإن شاء الله تستمر الوضعية مثل ما قلنا أجواني أفضل هذا اليوم ولكن بعض الأمطار المتفرقة إن شاء الله خلال اليومين المقبلا وتزيد خلال الأسبوع المقبل إن شاء الله نتمنى السلام للجميع إن شاء الله ونعود لزملائنا لمتابعة بقية صباح الخير شكرا